في هذه الهتافات عاد المتظاهرون في السويدا قضية اغتيال شيخ وحيد البلعوس الى الواجهة من جديد طالبين رأس بشار أسل ثمنا لدم شيخهم الذي اغتيل قبل ثماني سنوات واتهما خينها زعيم الحشاشين واذرعه بتصفيته ففي الرابع من ايلول عام الفين وخمسة عشر ضجت السويداء بخبر اغتيال وحيد البلعوس مؤسس وزعيم حركة رجال الكرامة اثر تفجير استهدف موكبه على طريق ظهر الجبل بريف السويداء ما ادى لمقتله مع عدة شخصيات درزية ابرزها شيخ فادي عيم يا الله يا الله ما هي الا دقائق حتى انفجرت سيارة مفخخة ثانية داخل باحة المستشفى الوطني في السويداء اثناء عمليات اسعاف المصابين من استهداف موكب البلعوس ما تسبب في مقتل وجرح العشرات بينهم قيادي الصف الاول في حركة رجال الكرامة ما يكشف عن عمل مدبر للنيل من هذه الحركة التي وقفت في وجه نظام اسد مخابرات اسد كانت في مرمى نيران الاتهامات والتي خرجت اولا على لسان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي حيث اتهم نظام اسد باغتيال الشيخ وحيد البلعوس لانه ابدا معارضة واضحة للنظام ليث البلعوس نجل الشيخ وحيد صرح قبل اشهر لموقع اوريان انه تلقى اتصالين من ضابطين في ميليشي اسد وخاطبه باسم وحيد اي والده الذي اغطيل قبل سنوات ليرد عليهما ليث بالقول انتم فجرتموه في اتهام صريح لمخابرة اسد بضلوعها في اغتيال مؤسس حركة رجال الكرامة اشتهر وحيد البلعوس بموقفه المعارضة لامبراطور المخدرات ودعا الى مقاطعة الخدمة العسكرية في صفوف ميليشي اسد كما عرف بعادائه العلني لرئيس فرع المخابرات العسكرية في السويدة وفيق ناصر وطالب مرارا باقالته من منصبه البلعوس تزعم حركة رجال الكرامة والتي تنامى نفوذها في السويدة خلال فترة وجوده وهاجمت عام 2015 حاجزا تابعا لفرع المخابرات الجوية بعد اعتداء الحاجز على حافلة نقل مدنية وسبقها قيام رجال البلعوس بهدم خيمة انتخابية بعد اهانة امرأة من السويدة على يد شبيحة اسد بعد تهديد الاسويد عن سيلون الشفل لا بطلنا نبعه البلعوس كان له دورا في حل خلافات وقعت بين الدروز وفصائل المعارضة في درعة اضافة لحمايته للرافضين الالتحاق بصفوف ميليشيا اسد كل تلك الامور شكلت هاجسا لدى زعيم الحشاشيين للتخلص من وحيد البلعوس الذي اعترف قبل فترة وجيزة من تصفيته بتعرضه لمحاولات اغتيال عديدة متهما بشكل علني نظام اسد بالوقوف وراء محاولات تصفيته في المقابل انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلة لشخص يدعى احمد جعفر ابو ياسين وهو تاجر مخدرات واعترف بتعاونه مع ميليشيا حزب الله لبناني وفرع الامن العسكري بالسويداء في اغتيال وحيد البلعوس قضاء رجال الكرامة اختطفت جعفر وصورت اعترافاته قبل ان يعثر على جثته مرمية قرب دوار المشنقة وسط السويداء عام الفين وثمانية عشر مخابرات اسد وكعادتها فبركت مسرحية للصاق عملية اغتيال الشيخ وحيد البلعوس بفصائل المعارضة حيث ظهر على قنوات اعلام اسد شخص زعمت انه الارهابي وافد ابو ترابة والذي ادعى انه شارك بتصفية البلعوس بتكليف من ضابط منشق عن ميليشيات اسد حكى معي قائد المجلس العسكري ومحافظة السويداء العقيدة المنشاق مروان الحمد فعب اقول لي انه الشيخ ابو فهد وحيد البلعوس معد التزم يعني بالاتفاقية او بالاتفاق او شيء والزلمي عب يخبص يعني وعب يشتغل بشكل انفرادي قال لازم يعني نشيل من الدرب وفيه ميت واحد كفو يعني انت كفو على المركز في السابع من اهض عام الفين وثمانية عشر انتشر على صفحات التواصل خبر وفاة ابو ترابة احد الشهود على اغتيال وحيد البلعوس حيث قتل تحت التعذيب في سجون مخابرات اسد في محاولة منها لطي صفحة اغتيال البلعوس لكن مع اندلاع الا احتجاجات مؤخرا في السويدة اعاد المتظاهرون بقوة قضية البلعوس الى الوجهة مطالبين برأس بشار اسد ثمنا لدم شيخهم منذ اللحظات الاولى التي اعقبت اغتيال البلعوس تعحد شقيقه رأفة بالتأري لزعيم رجال الكرامة وان دمه سيكون في رقاب اهل السويداء فهل حان اليوم معيد القصص وسيدفع بشار اسد واعوانه الثمن ام ان العدالة سيطول وقتها جدا حتى تأخذ مجرها نعاهدك يا شيخ الكرامة اننا على العهد باقين وعلى طريقك الشاركين ودمك ودمج هدائي الكرامة لننهي عنقنا وان يموت حقا وراه مطالب اشتركوا في القناة